أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الخميس 27 كانون الثاني يناير القمر موجود اليوم الآن في العقرب في ساعات الصباح رح ينتقل للقوس هو الآن موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود فيها المنزلة لغاية الساعة 246 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد العصر عصر يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب من الآن لغاية ساعات الصباح فمنكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة فمنشعر بالانتقاد والغيرة والحدة في طريقة التعبير وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفرج فيما ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هذه الفترة تجديد عقل تأمين أو عمل تأمين جديد وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة دخلت على الساحة وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهي ذروتها رح تكون يوم 29 واحد ولكن إنه تأثيراتها بتستمر من اليوم لغاية يوم واحد اتنين طبعا بما أنها سلبية وعطارد وبلوتو فهي شوي بتدفع للكآبة الهم الشعور بالذنب الملل بتزيد من العناد برضو وبتسبب نزاعات شديدة مع المحيط بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل إلها علاقة بشريين القلب هذولا بدهم ينتبهوا على نفسهم بشكل جيد لأنه هاي الزاوية شوي بتضغط على القلب وعالشريين فانتبهوا من هاي الأمور وبرضو إلها علاقة بحوادث بتيجي عن طريق النيران فعشان الجو برد اللي بيشغله صوبات في البيت أو دفيات بتعتمد على النيران ينتبهوا لها وينتبهوا على الأمور الأخرى بالنسبة للوضع السياسي أو دوليا طبعا هاي الزاوية بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية تحاك في الخفاء على دولة ما وبرضو احتمال وقوع زلازل حرائق عواصف أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية حكينا عنها يوم أمس هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين قرانوس واللي ذروتها يوم ثلاثين واحد طبعا مستمرة بتأثيراتها من اليوم لغاية ثلاثة اثنين تأثيرها علينا إحنا كأبراج بتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا في هاي الفترة طبعا دوليا بتحدث بعض الثورات والانغلابات العسكرية والاغتيالات في طبعا دائما في مثل هاي الوضعية بتزداد هاي الأمور وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال الضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وممكن برضو بالدل على حوادث طبيعي مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة برضو وهي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وطبعا هاي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين هاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية أو علاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما إنه بتكون شعبيتنا في تصاعد وبما إنه الزهرة بتتراجع وفي زاوية العطارد إلها علاقة بالتفاؤل وهذه إلها علاقة بالاكتئاب فطبعا هاي بتكون متقلبة على حسب قوة الأبراج أو الأبراج الإيجابية في خلال التوقعات اليومية وبرضو على حسب الزوايا اللي بتتشكل مع الأشخاص فبتكون ممكن إنه في لحظة تكون أنت مبسوط وفي لحظة أنت يصير مزاجك صعب يعني بتعمل تقلب في المزاج أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل اللي هي مع القمر أول زاوية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي رح تكون الساعة 2 و 9 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس رح تصير برضو إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 27 دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 5 و 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقل من العقرب للقوس فعشان هيك بتختلف الأجواء شوي منحس وطاقة الزيادة عنا بنشعر بالابتهاج بنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتوجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من نيل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا في هذا اليوم اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد الانتقال والاستقرار للقمر في برج القوس في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة ستة مساء طبعا بتوقيت جرينيتش تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وستة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الظهر تقريبا لغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغريب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج اللي حليل الغدد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانا الجينات هاي أكثر الأعضاء اللي بتكون حساسة في جسمنا واللي لازم نعطيها نوع من الاهتمام أو الرعاية أو العناية الإضافية من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا التركيز بصير على الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا بالنسبة لليوم هذا ما بعد ما ينتهي خلو المسار يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل أما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعا منقول أنه لا تصلح أو لا يصلح هذا اليوم أو غير مناسب لعمليات الحقن والجراحة لغاية طبعا ما ننتهي من التراجع يعني لغاية 4-2 طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب جدا ما في أي مشاكل ويعني تقريبا ممكن أنه بس أنه تحتاج أنك توقض حبتين بنادول كل 6 ساعات فقط لا غير بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 28.1 بيبدأ في تمام الساعة 6.59 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم السبت 29.1 حتى تمام الساعة 9.8 دقائق صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 12.47 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة اللي هي الليلة الأربعة على الخميس بيصبح 25 يوم في تمام الساعة في في تمام الساعة 12.47 دقيقة حكينا طبعا بصير نسبة إضاءة القمر 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18.2 منتحسة بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 10% بالنسبة للقمر في العقرب وبيد انتقل القوس لغاية يوم 29.1 رح يظل في القوس هو الآن سعيد بنسبة 10% ولكن من ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الجدي متراجع حتى يوم 4.2 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.1 منتحس بنسبة 10% المريخ المريخ في الجدي حتى يوم 6.3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10.5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة حتى يوم 24.8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28.6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل القمر من الآن لغاية ساعات الصباح رح يكون موجود في البيت الثامن مثل الأيام الماضية فعشان هيك الأمور بتظلها متركزة على المكاسب المالية اللي بيكون مصدرها شراكة أو تعويض لأنه هذا بيت الأموال المشتركة أهم شيء أنه صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنكوا برضو تكونوا أكثر دبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها بلشت تستقر عن مواريد برج الحمل الشوية اليوم طبعا من ساعات الصباح بزيد هذا الشعور لأنه شوي القمر رح ينتقل للبيت التاسع فتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الأجانب بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك اليوم نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية والاجتماعية أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور القمر مقابلهم تماما فعشان هيك بظل تفكيرهم من صب حول تدعيم شراكاتهم وعلاقاتهم العاطفية وعلاقاتهم مع شركائهم في المال أهم شيء تحفظوا على هدوء أعصابكم ونظرة صوتكم وحاول أنك ما تعرض لقاءتك للفشل طبعا هذه الفترة فيها نوع من أنواع التوتر من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك تعتبر فترة ضغط وخصوصا مع فترة قلو المسار بزيد الأمور في ساعات الصباح فعشان هيك من الآن للصباح حادر من الخصام وما تعادي أي شخص وتجنب الخلافات كليا أما في ساعات الصباح ابتنشغلوا في عدد ضبط أموركم المالية سارعوا لتهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير وممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وتضبط أعصابك برضو برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر في البيت السادس لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيتركز هو على العمل والعمل المتراكم وإنجاز بعض الأعمال أهم شي أنك تنظمه جدول غذاكم وتأخذه قسط كافي من الراحة ممكن شوي ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال المتركزة عليك خلال اليومين هدول أهم شي أنك تراعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك طبعا في ساعات الصباح بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم وبوسع كل اهتمام ببعض الأمور اللي بتطلب التقرب من شركاء العمل أو مع شركاء العاطفة هاي فترة طبعا القمر الآن مقابلك تماما فبنعتبرها فترة ضاغطة فيها نوع من أنواع السلبية ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا اليوم برج السرطان بتجتازوا يوم أو من الآن لغاية ساعات الصباح فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا هاي الأيام بتحمل فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة من أجمل الفترات اللي مرت وأكثرها حظا طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في البيت السادس انتبهوا لغذائكم وراحتكم لك تكون منظم وتحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين أو الزملاء أو الأشخاص اللي في تواصل ما بينك في مكان العمل بينك وبينهم في مكان العمل وحاول إنك ما تحمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد طبعا بيظل التركيز على الأمور البيتية من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو تصليحات وترتيبات للأمور اللي إلها علاقة بالمكان السكن ممكن شوي يصير في نوع من أنواع المساعدات أو مديد العن للعلاقات العائلية أو مع أحد أفراد العائلة أهم شي إنك ما تسمح لبعض الالتباسات اللي ممكن إنها تأثر على استقرارك ممكن يعني يكون في مشكلة عائلية أو شخصية يكون فيها بعض القلق من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شي إنك ما تهم للواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول إنك تصحح الأخطاء قدر الإمكان برج العذراء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب أو من الآن للصباح فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقات ما بينكو بين الإخوة والجيران طبعا ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة حاور إنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة دون انتقادات وكلام لاذع أنت بتتميز بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع عالية جدا بس بدون عصبية من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة وحاول إنك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى ثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك من الآن لغاية ساعات الصباح أجواء إيجابية ودعملة إلك بشكل بير ممكن تحصل على ربح يعني من جهة إما أجنبية أو غريبة في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات وممكن تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتعززوا العلاقة بقدر كبير مع أي شخص أنتوا بتتعاملوا معه لأنه طاقتكم عالية جدا يبتدعمك الحظوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وبتحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب طبعا ما زال الطاقة عالي جدا عندكم والنشاط عالي جدا ورح يستمر هذا النشاط بكامل قوته معكم من الآن لغاية ساعات الصباح وهذا الإشي طبعا زي ما حكينا بالأيام الماضية بيخليكو عندكو نشاط وحيوي وبينجذبلكو أفراد الجنس الآخر أهم إشي إنكو تقدروا تبادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي ولكن دون فترة خلوة المسار بتستعيد حماستك أكثر وأكثر اليوم وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن تتلقى إشارة أو خبر طبعا هاي الأمور بتعزز برضو أمور العواطف واللقاءات طبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم أهم إشي متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن الأهم أنك تكون عاقل في صرف الأموال تبتهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة وغير مريحة صحيا ونفسيا فرغم عدم وجود أي مخاطر فقط انجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل ضروري حاولوا تخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرات والرهان أو الحد ممكن تعانوا من بعض التراجع في الأمور الربحية أو المالية والمعنويات والحيوية طبعا هذا الموضوع مستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح كل هذا اللي أنا ذكرته بيزول وبتمتلكوا نشاط وحيوية بتقدروا تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية للأمور خصوصا في الأيام القادمة وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر خلال فترة هذا اليوم والأيام القادمة لأنه دورة فلكية ممتازة بالنسبة لأيام القادمة برج الجدي بالنسبة لأموليد برج الجدي طبعا بتنشطوه اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ووسعكوا تحقيق أمني بمساعدة صديق وهاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية وممكن اليوم تكون الأجواء جيدة من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن منصحك أنك تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ساعات الصباح لأنه من ساعات الصباح بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد ركود وممكن تلغوا مشاريعكم أو تعانوا من تراجع في المعنويات أو في الصحة ما في إشي خطر ولكن بدك تنتبه من هاي المعلومة لا تحسم أمر فالفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها لأنه القمر رح يكون في بيت المتاعب وبما أنه في بيت المتاعب معناته فترة ضغط عالية جدا بدك تتحملوها حتى يوم السبت برج الدلو طبعا بتظل الأجواء جيدة ومناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا في إثبات جدارتكم ونيل رضى المسؤولين من الآن لغاية ساعات الصباح أهم شيء أنك تحافظ على هدوءك وما تحاول أنك تنفعل وتغامر وتجازف وتخالف القوانين أي فترة مهمة تمتحنك حاول أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن يتعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح للوقوف أو لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لما هوليد برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء جيدة ودعملة لكم وممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو من خارج البلاد أو من أشخاص أجانب شوي طبعا لغاية ساعات الصباح هاي الأمور جيدة وتشعر بقوة العاطفي مع الأحباء يوم مناسب لإجراء مقابلة أو أوقات مناسبة من الآن للصباح بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار فهاي تعتبر فترة ممتازة جدا داعمة لإلك الفترة هاي يعني فيها نشاط عالي جدا في ساعة الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدؤوا من روعكم وحاولوا أنكم ما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم قدر الإمكان يعني ما في داعي للمغامرات والمجازفات خلال الأيام القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة